مرحبا اعزائي متابعي قناة بلين بعيون العربية الفيديو ما تليوم هو عن تطبيق الانستجرام وكيف رح اغير كلمة السر بعد نسيان كلمة السر في حال عدم وجود البريد الالكتروني قبل ما ابدأ شرح اتمنى من كل شخص يدخل لينسا دعم قناتي بلين بعيون العربية باشتراك و لايك واتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي الجديد على قناتي قناتي اسمها بلين بعيون العربية مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول لهذه المشاكل في البداية تغييره الرمز السري يحتاج إلى بريد إلكتروني لكن في حال أنه أنا ما عندي بريد إلكتروني خليكم وياه لنهاية الفيديو وتشاهدون كيف راح نغيره بدون البريد الإلكتروني في البداية راح تشاهدون هذا الحساب هذا حساب التجارب KGLD1980A راح أدخل بعدها هنا على ثلاث أسطر أروح على الإعدادات أنزل على أكاونت الحساب أروح على المعلومات الشخصية راح تشاهدون الآن فقط بريد إلكتروني ورقم هاتف ما موجود عفوا بريد إلكتروني بس فقط رقم هاتف اللي راح أعمله كالآتي أول شي راح أسجل خروج من هذا التطبيق لأنه استعادة الرمز السري لازم يكون عن طريق بريد إلكتروني فأني ما عندي بريد إلكتروني الآن راح أعلمكم الطريقة أول شي لازم نسجل خروج حتى أعمل تسجيل خروج راح أروح على ثلاث أسطر أنزل على الإعدادات أنزل على آخر خيار لوج آوت طبعا هذا الهاتف عليه اثنين باس اثنين انستجرام عفوا فهذا ما أريد أحفظ كلمة السر وهذا راح أحفظه فأعمل لوج آوت الآن مثل ما تشاهدون الآن مثل ما تشاهدون خرج التطبيق والآن أنا بدون حساب بينما الحسابات الثانية موجودة والآن أعمل لي لوج آوت ومن أرجع أدخل ما راح ألقي التطبيق الآن كيف راح أدخل راح أدخل على الحساب مالتي كلي الباسورد فآني أعمل له فورجيت باسورد بالبداية راح يقول لي دخل اليوزر نيم مالتيك فأرجع أدخل اليوزر نيم الآن بعد ما كتبت اليوزر نيم أعمل سيرج فظهر الحساب يقول لي إما تريد تتحقق بواسط البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف فآني أقول لي على رقم الهاتف هنا فقط بالأسفل فراح يقول لي اكتب رقم الهاتف الآن مثل ما تشاهدون خليت الرقم فأكبس على هنا فيقول لي أرسلنا لك كود على رقم الهاتف فأنت أنطين الكود مالتك الآن وصل الكود continue الآن قل لي خلي باسورد جديد فأنا راح أخلي باسورد اللي أريده الآن خليت رمز جديد أقول لي continue كمل هذا الباسورد الجديد الآن قل لي تخزنها تقدر تخزنها على الهاتف أو لا فأنا أقول له لا والآن نفتح رجع لي الاحساب طبعا أيضا هنا راح أدخل الاحساب مالتي وأقدر أبدل بين الاحساب نهاية الفيديو هذه الطريقة فعالة 100% في حال أنه أنت ما كان عندك بريد إلكتروني فقط على رمز الهاتف هذه الطريقة الوحيدة اللي إذا ما موجود عندك بريد إلكتروني أتمنى كل شخص دخل واستفاد من الفيديو لا ينسى الاشتراك بقناتي ومشاهدة الفيديوهات أكون جدا شاكر أي سؤال أو استفسار أي مشكلة أكتبوها بالرسائل أنا حاضر نقطة وحدة حاببة قولها بالأخير كل واحد مشترك يرسل لي رسالة أنا حاضر أما الغير مشتركين فعذرا لأنه رسائل بليوم 200-300 رسالة أنا كلها أردها فأني يكون المشتركين مالتي هم الأفرد تحياتي لكم مع ألف سلام قبل ما أنهي الفيديو فقط حبيت أشيري لعندي هذا الفيديو رح أتركب صندوق الوصف كيف رح تشاركون موقعكم في الفيسبوك من المكان اللي أنتو بي حاليا مثل ما تشاهدون إلى المكان اللي رايحي له مثلا اللي في أوروبا ورايح على الإمارات أو على المملكة العربية السعودية أحضر عنده بالفيسبوك المكان اللي أنت بي والمكان اللي أنت تقصده تحياتي لكم هذا الفيديو تحياتي لكم